أسبوع فقط يفصلنا على استئناف الدراسة بالجامعات من جديد عودة باتت محفوفة بخطر الإصابة بكورونا في ظل عزوف الأسرة الجامعية عن التلقيح ما دفع إلى المطالبة بإجبارية الجواز الصحي بالجامعات وتقريب مركز التلقيح معالجة عزوف الناس عن التلقيح تنبني على التوعية أولا ثم يمكن أن نفرض شيئا من إجبارية الجواز الصحي وكذلك تحفيزات للجهات أو المؤسسات أو الذين قاموا بالتلقيح فرض إجراءات عقابية على رؤساء الجامعات في ظل التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي وتكثيف حملات التوعية من بين الخطوات المطروحة لرفع نسبة التلقيح احترام التدابير الصحي أصلا هل هي محترمة أم غير محترمة الجواب غير محترمة إن لم نقل غير موجودة فلا تباعد ولا التزام بوضع لثام الطبي ولا التعقيم بمعدل أربعين إصابة بكورونا وسط الأساتذة شهريا سجلها المجلس في الموجة السابقة تتعظم مخاوف الأسرة الجامعية من تحولها إلى بؤرة للوباء في ظل التراخي في اعتماد الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية ترجمة نانسي قنقر